موسيقى نصر الله تهم السعودية أيضا بالسعي لتصفية خلافاتها مع إيران من خلال لبنان لافتا إلى أن رياض تسعى لمعقبة الحزب على مساندته لنظام الأسد وميليشيا الحوثي في اليمن مشددا على أن ما وصفه بالمخطط السعودي سيفشل كما فشل في باقي الميادين السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان التصعيد في تصريحات نصر الله بلغت دروة غير مسبوقة إذ زعم بأنه يمتلك معلومات مؤكدة أن السعودية طلبت من إسرائيل القيام بعملية عسكرية موسعة ضد الحزب لافتا إلى أن رياض هي من أوعزت سابقا لتل أبيب بشن الحرب على لبنان في تموز 2006 بحسب زعمه التصعيد في تصريحات نصر الله جاء بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل جبير والذي أكد أن ميليشيا حسن نصر الله اختطفت النظام في لبنان وحوله لأدات تخدم طموحات طهران في السيطرة على المنطقة مثلما كان الأدات التي تستخدمها طهران لتدخل في سوريا واليمن وحث ريجبير المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات للحد من أنشطة ميليشيا حزب الله الذي تصنفه الرياض منظمة إرهابية والوقوف ضدهم أينما كانوا مشددا على أن بلاده لن تسمح لبنان بأن يكون مصدر الأذى للمملكة اشتركوا في القناة